العظام اللي بتكون مفصل الرجبة او النيجويند هي كل من الفيمر والتابية والباتلة والفابيولا وبيكون في طبقة غضروفية بتغطي الأسطح المفصلية لكل من الفيمر والتابية والباتلة الأسطح دي بتساعد على سلاسة الحركة في مفصل الرجبة هنشرح كل عظم الوحدة بالمختصر النفيد وبعد كده نشرح الاربطة بالغضريف وكل ما يخص مفصل الرجبة تابعوا معايا للنهاية واشتركوا في القناة اللي بلسه مش مشتركي الديستا الاند او النهاية بعيدة للفيمر بتتوسع فبيتكون بروزين ميديا القندايل ولاتر القندايل اللاتر الفيمر القندايل بيكون اوسع من الامام عن الخلف بينما الميديا القندايل بتفضل متنسكة وسبتة في حجمها من الامام والخلف الفيمر القندايلز اللي اتنين بيتصلوا من الامام بوسطة الباتيلر سيرفس ومن الخلف بيتفصلوا عن بعض بوسطة الانتر قندايل الفصة وفي كل ناحية من الكوندايلز بيبقى فيه حفة او اتج اسمها ايبيكوندايل فبيبقى عندنا ميديا الايبيكوندايل ولاتر الايبيكوندايل ودول بيبقى اماكن لاتصال الاربطة والعدلات في برؤوس صغير بيقع فيه الميديا اللي بيكوندايل اسمه الدكتور توبركل وده مكان بيتصل بيه معظم الدكتور ماجنس ماسج على السطح الخلفي للديستال فيمر بيكون في منطقة مسلسة الشكل اسمها بوبليتيال سيرفس قاعدة المسلس بالنسبة للمنطقة دي هو الانتر قندايلر لاين وده بيكون على ما تعرفنا بداية الانتر قندايلر فصة وجانبي المسلس هم الميديا واللاترال سوبرى قندايلر لاينز واللي بيكون بمثابة استمرار من اللينيا اسبيرا التباية اللي هي عضمة القصبة بيكون لها نهاية قريبة اسمها بروكسيمال اند اسمها القريبة لانها الاعرب لمركز الجسم البروكسيمال اند بتكون متسعة وعريضة وليها نتوئين او بروزين مضغطين بالغضروف وهم الميديا الكندايل واللاترالكندايل السطح المفصلي العلوي لكل من البروزين دول اسمه تيبيال بلاتوز وده السطح اللي بيتصل مع الفيمورالكندايلز التيبيال بلاتوز للاتنين كندايلز بيفصف بينهم بروز اسمه انتركندايلر اميننز او تيبيال سباين الانتركندايلر اميننز بيحتوى على كومتين وهم الميديا واللاترال انتركندايلر توبيركلز الاتنين الانتركندايلر توبيركلز والمناطق الخشنة المحيطة بيها بتبعبارة عن اماكن اتصال الاربطة السمبية اللي هي كوليشية ليجامينتز وايضا الغضروف المفصلي اللي هو منسكس اللاترالتبيالكندايل بتحتوي على سطح مفصلي صغير اسمه واللي بيتمفصل مع الهيدوف زافيبولا مكونين مفصل الشافت اللي هو جسم عظمة التبيا بيكون ليه حفة او كريست في الامام بتحتوي على بروز عظمي اسمه وده البروز اللي بيتصل بيه الباتيلر ليجامنت وعلى السطح العلوي من الناحية الخارجية للتبيا للتبريستي بيكون فيه اتتشمينت سايت اللي هو مكان اتصال الانيوتيبيالباند واللي اختصرها اي تي المنطقة الفشنة من اللاترالتبيالكندايل معروفة باسم جيردي توبركل السطح الخارجي من جسم التبيا بيكون بمسابة اتتشمينت سايت الانترسوس ميمبرين الغشاء الموجود بين عظمتين التبيا والفيبيولا السطح الخلفي لجسم التبيا بيكون فيه اوبليك بوني ريج اللي هو حرف عظمي ماي اللي اسمه سوليا او بابلوتيا اللاين بتتصل بيه الياف الوطر الخاص بعضلة سولياس مسل الديستال تبيا او الديستال اين دوفزة تبيا برضو بتكون نهاية مفصلية متسعة وعريضة وبتحتوى على امتداد داخلي بيكون الميديا الماليلس واللي بتتموصل مع عظمت التيلس في منطية الكاحد السطح الخلفي من الميديا الماليلس بيحتوي على جروف اسمه ماليلر جروف بيمر منه كل من التبيا الاسبستيريور تندون والفليكسور ديجيتوريام لونغس تندون وفي الجانب اللاترال او الخريجي بيكون فيه فاكوة او حاز صغير اسمه فيبيولار نوتش بتتموصل فيه الفيبيولا مكونة مفصل ديستال تيبيو فيبيولار جوينت او ارتكوليشن الشازية او الفيبيولا هي عضم طويلة ورفيهة نسبية وبيكون لها ايضا بروكسيمال اند وديستال اند ومعظم طولها بالكامل بيكون مغطى بالعدلات النهاية الورايبة للفيبيولا اللي هي بروكسيمال اند بتنتهي من اعلى بنهاية حد اسمها ابكس ودي اللي بتتموصل مع لاترالكندايل افزا تيبيا مكونة مفصل بروكسيمال تيبيو فيبيولار جوينت والنهاية البعيدة للفيبيولا بتكون الجزء البارز واللي اسمه لاترال ماليلس وبيتموصل مع التيلس ومنطيد الكاحل السطح المفصلي الخلفي عبارة عن توييف صغير اسمه ماليلور فوسة الفوسة دي بتستكر فيها البستيريور تيلوفيبيولار ليجامنت نيجي بعد كده للباتيلة والباتيلوفيبيولار جوينت الرطفة اللي هي الباتيلة هي اكبر سيسامويد بون موجودة في الجسم وبتكون متسبتة ومدمجة مع الكوادرسيب ستندون والباتيلة هي عبارة عن عظمة مسطحة ومثلسة الشكل وليها بيز او قاعدة قريبة والكمة او ابكس بعيدة الباتيلة بيكون لها سطح امامي وخالفي وبتحتوي على ثلاث حدود سوبيليور وميديال وليترال البيزو في زابتيلة عبارة عن رفن دي ايريان اللي هي منطقة الخشنة بيتصل بها كل من ريكتس فيوريز مسل وفاستس انترميدياس مسل بينما الميديال بوردر بيتصل بي فاستس ميدياليس مسل واللاترال بوردر بيتصل بي فاستس لاتراليس مسل البستيريور سيرفيس او السطح الخلفي مغطة باكبر طبع ضغوظ وظروف مفصلية موجودة في الجسم في منتصف السطح الخلفي الروتفا بينقسم بوسطة فورتيكار ريج الى ميديال فاست ولاترال فاست اللاترال فاست وهو الأكبر ويتنفصل مع اللاترال فيمورال كوندايل والميديال فاست وهو الأصغر ويتنفصل مع الميديال فيمورال كوندايل الباتلة بتحمي المفصل الأمامي للرقبة وبتعمل على زيادة فعالية الكوادرسيبس اكستنسور سيستم الرقبة هي أكبر مفاصل الجسم وأكثر هتعقيدهم الهزام اللي بتشارك في مصر الرقبة هي كلها من الفيمور والتيبيا والباتلة الرقبة بتحتوي على ثلاث مفاصل منفصلة اثنين فيموروتيبيا بين الفيمور والتيبيا واحد بتيلوفيميرال بين الباتلة والفيمر وبيخيط بالرقبة شبكة دعمة من المينيسكس والليجامينتس والتندونز والفيشيا والماسلز كل ده نتكلم عنه في جزئية الرقبة المينيسكس اللي هو الغضروف المفصلي أو الهلالي فيه الرقبة فيه اثنين من المينيسكس موجودة بين الفيمورال كوندايلز والتيبيا البلاتوس المينيسكس بتكون على شكل حرف السي ومكونة من تايبرس كونكتف تيشو والمينيسكس عمتها عبارة عن مخادة أو وسادة موجودة في مكان تمفسر الفيمورال كوندايلز مع التبيا البلاتوس وعادتها بتنقص من أنتيريور هورن وبستيريور هورن في النظر المقطع بيظهر ان المينيسكس على شكل ويتش أو واتد حدوده الخارجية سميكة وبتكون عريضة ومسطحة في المنتصف الحدود الخارجية للمينيسكس بتكون على الاتصال مع الجوينت كابسول والأنتيريور والبستيريور هورن متصلة بالإنتركنديلر إيميننس أوزاتيبيا بتختلف المينيسكس في حجمها وشكلها فعندنا الميديا المينيسكس على شكل الهلال والبستيريور هورن أكبر من الأنتيريور هورن والميديا المينيسكس متصلة بالميديا الكولاترال ليجامت وده السبب اللي بيجعله أقل قدرة على الحركة من اللاترال مينيسكس اللاترال مينيسكس تقريبا بيشكل حلقة مغلقة والأنتيريور والبستيريور هورنس لهم نفس العرض والحجم والشكل على عكس الميديا المينيسكس البستيريور هورن في اللاترال مينيسكس بينشع منه روباطين وهم البستيريور منيسكو فيمرار لجامنت أو ما يسمى لجامنت أو فريس بيرك وده بيمر من خلف البيسيئل أنه هو بستيريور كوريشيت لجامنت وبيتصل بالميديا الفيميرال كوندايل والروباط الثاني وهو الأنتيريور منيسكو فيمرار لجامنت أو ما يسمى لجامنت أو فهامفري وده بيربط بين البستيريور هورن أو زي لاترال مينيسكس والميديا الكندايل وبيمر من أمام البيسيئل وبيتم توصيل الميديا واللاترال منيسكس بوسطة روبات اسمه Transverse Ligament نتكلم بعد كده عن Ligamentis أربطة الرجبة بتنقسم إلى مجموعتين مجموعة خارجية اسمها External أو Extra Capsular Ligamentis ومجموعة داخلية اسمها Internal أو Intra Capsular Ligamentis External Ligamentis بترتبين حول الرجبة ودورهم أنهم بيقووا ويدعموا الجوينت كابسول من الخارج وال Internal Ligamentis بيتواجدوا داخل الجوينت كابسول ودورهم أنهم بيوفروا السبات والاستقرار للتيبيا والفيمر الأربطة الخارجية بتشمل كل من الكولاترال والباتيلر والباتيلر الريتونكلام والأوبليك بوبليتيال والأركويت بوبليتيال لجامنتس دي الأربطة الخارجية للرقبة الكولاترال لجامنتس أو الأربطة الجانبية بتوفر الدعم للرقبة عن طريق تقوية كابسولة المفصل اللي هي الجوينت كابسول من الجانب الداخلي والخارجي Medium ولاترال Medium أو التيبيا الكولاترال لجامنت هو رباط مسطح ومسلس الشكل بينشع من الميديا الفيمرال كوندايل وبيمتد إلى التيبيا الكوندايل ومستمر لإنحاد الميديا الشافت أو زتيبيا وفي مصار الميديا الكولاترال لجامنت بيتصل بالميديا المينسكس واللاترال أو الفيبيولر كولاترال لجامنت وهو الرباط الأقصر من الميديا وبينشع من اللاترال فيمرال كوندايل ويتصل بالهيدوف زفيبولا بيتم تكويت الجانب كابسول من الأمام بواسطة الباتيلر لجامنت والباتيلر ريتوناكولم الباتيلر لجامنت هو الرباط عريض وسميك ويعتبر لنسابة استمرار للكواترسيبس تندون وبيمتد بعد كده من الباتيلر حد التبيال تبرستي الباتيلر ريتوناكولم بيتكون بشكل أساسي من الميديا الباتيلر ريتوناكولم بيتكون بشكل رعيسي من ألياف من الفستس ميدياليس مسل وبيمتد بعد كده إلى أن يتصل بالتيبية أمام الميديا الكولاترال لجامنت واللاترال باتيلر ريتوناكولم بيتكون من ألياف من الفستس لتراليس مسل بالإضافة إلى الإليوتيبيال بنت ويمتد الأسفل اللي يعني يتصل بالحفة الخارجية من التيبيال تبرستي علشان يزود نسباته استقرار الناترال جوينت كابسول اللي هو الجانب الخارجي لكابسولة المفصل الوبليك والأقويت بوبليتيا الليجامنتس بتساعد على تقويت السطح الخلف للجوينت كابسول الوبليك بوبليتيا الليجامنت هو عبارة عن تمدد أو expansion للسمي منبرانيوس تندوم اللي دوره أصلاً أنه بيقوي السنترال ريجين أو بستيريور جوينت كابسول وبيمتد الوبليك بوبليتيا الليجامنت بعد كده إلى أن يتصل بالإنتركنديلر لاين وفي زفيمر الانفيرولاترال بارت من الجوينت كابسول بيتم تقويته بوسطة الأركويت بوبليتيا الليجامنت لأنه بيمر لفوق الإبكس أو زفيبولار هيد وبينتشر على السطح الخلفي للجوينت كابسول لحد ما يصل للسطح الخلفي للناترال في مورال كوندايل نتكلم بعد كده عن الانترنال لجامنتس واللي بتشمل الكروشيات لجامنتس اللي هي الأربطة الصليبية وهي أربطة دورها إنها بتوفر السبات والاستقرار للرقبة من الأمام والخلف الأربطة الصليبية موجودة داخل الجوينت كابسول ولكن خارج السينوفيا الممبرين العتيريور كروشيات لجامنت أو الاختصار ACN اللي هو الرواط الصليبي الأمامي بينشع من الميديا الانتركنديلر توبركل الموجودة في سطح عضنة التبية وبيمتد إلى أن يتصل بالبستيريوميديا السيرفس أوزالاترال في مورال كوندايل ودول الرواط الصليبي الأمامي هو إنه بيساعد على مانع الهايبر اكستنشل والانتيريور ديسبليسمينت لعضنة التبية اللي هو التمدد المفرط والخلع الأمامي لعضنة الكصبة والبستيريور كروشيات لجامنت والاختصار BCL اللي هو الرواط الصليبي الخلفي وهو الرواط الصليبي الأقوى من الانتيريور بيمتد من البستيريور أسبيكت أوزالاتركنديلر إميننس إلى أن يتصل بالانتيريوميديا السيرفس أوزالاترميديا في مورال كوندايل ودول البيسي غيلن هو إنه بيمنع الهايبر فليكشم والمستيريور ديسبليسمينت أوزالاتيبيا اللي هو منع التاني المفرط والخلع الخلفي لعضمة الكصبة الجينت كابسول اللي هي كابسولة مفصل للرقبة مكونة من غشاء ليفي قوي من الداخل اسمه فيبرس ميمبر ومن الخارج والخلف بيتم تقوية الجينت كابسول بواسطة الإكسترا كابسولار ريجامنتس واللي بتشمل كل من الباتيلر واللاترال أو الفيبيولاركولاترال والميديال أو التيبيالكولاترال والأبليج بوبلاتيال والأركويت بوبلاتيال لجامنتس من الأمام بتتصل الجينت كابسول مع كل من الكوادرسيبستندون والميديال واللاترال ريتناكيولا السينوفيا الميمبرين اللي هو الغشاء الزلالي في الرقبة هو الأكبر والأوسع امتدادا وأوسع تويف زلالي موجود في الجسم السينوفيا الميمبرين بيبطن سطح الداخلي للفايبرس ميمبرين وبيكون متصل بالحدود المفصلية لكل من الفيمر والتيبيا والباتيلة وبيمر من أمام الاربطة الصينوبية لذلك هم بيقعوا داخل كابسولة المفصل إنترا كابسولر ولكن خارج الغشاء الزلالي إكسترا سينوفيا نيجي بعد كده للأوطار الأوطار الخاصة بعضرة كل من السيرتوريس والجرسيلس والسيميتين دينوسيس بيتحدوا مع بعض علشان يكونوا وطر اسمه بيس أنت سيرينس اللي بيينسرت انتو انتيرو ميديا السيرفيس افزا بروكسيمال تيبيا من فوق الميديا الكولاترال ليجامنت نيجي بعد كده للبرسي اللي هي عبارة عن أكياس صغيرة مليانة بالسوائل بتقلل من احتكاك العضلات والأوطار والعظام أثناء الحركة الرجوة بتحتوي على أكثر من عشرة من البرسي بسبب عدد العضلات الكتيرة المصاحبة للرب البرسي الرئيسية بتشمل كل من السبر باتيلر والبري باتيلر والإنفرا باتيلر واللي بيكون في منها سورفاشيال وديب والجستر كونيميس واللي بيكون في منها ميديال واللاترال والسيمي من برونيسيز والبوبليتيال السوبر باتيلر او الكوادري سيبس بيرسا هي عبارة عن امتداد كبير من السينوفيال كابسول وبطاقع بين الفيمر والكوادري سيبس تندون والبري باتيلر بيرسا موجودة بين السطح الأمامي للباتيلر والجلد بينما السوبرفاشيال انفرا باتيلر بيرسا موجودة فوق الباتيلر لجامنت بين الجلد والتيبيال تبريستي والديب انفرا باتيلر بيرسا صغيرة وموجودة تحت الباتيلر لجامنت قدام التبية بالتحديد فوق التبريستي وعلى سطح الخلفي خلف كل الفيمرال كوندايل بيكون في بيرسة وأما الميدال واللاترال جاسترو كونيميس بيرسي السميمبرانيسيس بيرسة موجودة بين كل من الميدال هود أو زا جاسترو كونيميس والسميمبرانيسيس تندون والبابلوتيل بيرسة موجودة بين اللاترال تيبيال كوندايل والبابلوتيل ستندون وأخيرا بيكون في بيرسا موجودة بجوار البس أنسوريناس تندون من الداخل اسمع بس أنسوريناس بيرسا المترجم للقناة